كل الناس كانت متقنة نحن لها بصبحي فلاقبنا جبل السؤالي الأصعب في الحلقة وأنا آسف أن أنا بسألها لكن هي دي سنة الحياة وهي دي كلام الناس أيمن عبدالعزيز لم يكن له دور في منتخب مصر يعني بص هي مش الفكرة أن أيمن ملوش دور في المنتخب هي الفكرة أن أي حد زمالكاوي بيمسك في منتخبات مصر لازم يبقى فيه مشكلة بدأ يعني لما يبقى المشرف في العام على الكرة كابتن حزم إمام ففيه مشكلة لما يبقى المدرب المساعد لمستر كوبر ففيها مشكلة لما يبقى طارق مصطفى في الجاز بتاع كابتن حسام البادري يبقى فيها مشكلة لما يبقى أيمن المصري الوحيد اللي في الجاز مع مستر فيتوريا فيبقى فيها مشكلة إنما لما تيجي على الناحى التانية هو خلي بالك اللي بيزعلك إيه إن الكلام ده بيتقال من الناس أهم المفروض يعني صحابك أو المفروض إن على الأقل في بيننا حواره وكلام يعني حواره وكلامه بتتكلم معهم مثلا وبتقابلهم وبناخد بعض بالأحضان وسلم على بعض فيطلع واحد يقول لك إيه أصل المصريين اللي في الجهاز ما لهمش يدور يعني بمعنى صحة أيمن يعني ما لهم المصري اللي في الجهاز الفني لكن لما يبقوا هم في الجهاز والوحدهم فيبقوا هم حلوين وهم بيعملوا كل حاجة وهم اللي وصلوا مصر نهاية وهم أفريقيا وكده الكافة حلوة جدا لكن زي ما قلت لك طب معلش اللي بيكلم ده أهلاوة لزمالكاوي أهلاوة طبعا طبعا يا أهلاوة يعني طب ليه تقالب تقالب سمانة جدا ده منتخب مصر يا جماعة احنا ما بنقلبش حاجة مانا ده للسؤال اللي هسئولك وانت جايبني عليه عمرك سمعت كابت وسامنة بيه لما مشي بعد مستر كوبر لما تعين أعتقد كان كابت أحمد أيوب وكابت حسام البدري طريق مصطفى وكابت طريق مصطفى صح عمرك سمعت وطلع في برنامج قال ايش معنى دول يا عمرك أي حد بص احنا علىها وصح أي حد عنده لقطات أو عنده حورات لأي حد زمالكاوي يمسك منتخب خليه يطلحها ويحطها على السوشيال ميديا ويقول ده طلع قال على زميله إنه شمعنا ده بعد كابت وسامنة بيه كابت طريق مصطفى لما مش لما جيب أمين جي الحضري صح وجي شاوئي وجي الكابتن ديقى السيد أعتقد مع مستر كيروش عمرك شفت حد قال لا شاوئي ما عندهش خبرات من نينة مثلا من طالب طالب الصفقة أو اسامة هو شاوئي يمسكي عشان يمسكي المنتخب صح شاوئي يعني مدرب رائح عنده مستقبل هو ما فيش حاجة اسمها مدرب وحش ومدرب كويس في حاجة مدرب بيشتغل عشان يكتسب خبرات وفي حاجة اسمها مدرب عنده خبرات فبيكتسب أكتر عشان يبقى رجل أول إنما فكرة آيمن منتو بتعدوا على فكرة شاوئي آيمن هم عايزينكم مديرين فنيين هو ده الموضوع شيتوس معتمد بزات يعني عايزينكم مديرين من ضمن الحاجات لما شيتوس مسك المنتخب بتاع 2005 لما سألوني قلتولهم على الحقيقة شايف إنه واختير موفق جدا جدا أنت بتدخل شيتوس يمسك ليه في المنتخب الأولومبي عشان تعده والمنتخب اللي قابليه وليه كان بلعب في أولومبيات وليه 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 مش عشان يبسك منتخب صح طبع فده قرار كويس عشان يبقى عندك كوادر تقدر تشتغل تمام إنما بقى ده أنا آيمن اللي بيقول كده يعني أنت زعلان لا أنا موزعلش محدد مش زعلان عشان مش حديش يفرم معاه حاجة يعني أنت كليك دورف مع فيتوري ما هو أنت دورك على إيه دورك إيه يعني دورك إن أنت مثلا تجبر الراجل على حاجة معينة ولا أنت دورك إن أنت راجل مساعد فبتوفر للراجل عوامل النجاح أنت مساعد زيك زي المساعدين الموجودين بيقعد الراجل معنا بياخد رأينا في القايمة وبيقعد ياخد رأيك في التشكيل وبيقعد يقولك التمرين وبيقعد يقولك كل حاجة فأنت بعد كده هتحتاج إيه طب ليه كنت عديتك فترة وطلعت من عديتك فترة في كاس الأمة أنا مطلعتش معديك خالص خالص؟ لا خالص كنت متواجد شوية على الخط كان تقريبا السكورشيت اللي بينزل يعني العدد قليل فكان بيطلع مضرب اللجوان ودي خلي بالك من ضمن الحاجات هو لو الراجل شايف إن أنا ما ليش دور أو الراجل شايف إن أنا مش كان طلعك من السكور مزربه عليك كان ساب مين لأولاله مضرب الحراس طبعا اللي هو معي شغال معه بل 12 سنة صح؟ وخرج تيتو المترجم أنا كان لياه غرض في الحتة دي وخرج تيتو المترجم لأنه أشايف إن هو باسق فيه أولاً في اللغة فبنتكلم كويسة أنا هو لو محتاج حاجة وحصل قبل كيه كتير إن كان تيتو يبقى موجود بس هو عايز يوصل حاجة فنية قوي للعيبة فبيندهني فبتكلم معاه فإحنا في الآخر إحنا جاهز بنتعاون لكن هل أنا أكمل بس موضوع الزمالك وموضوع مش عايز أقلبها الزمالك لا لا أنا ما بقلبهاش والله العظيم أنا بقول لك أنت جاوبني على ده أنا ذكرت لك تلاتة صح؟ ما حدش قال حاجة ما سمعتش حد من دول الحاجة؟ لا لا لأن ما زمن بيطلعوا معي على الناحية التانية بقى تمام؟ يطلع شاوي يقول لك الجهاز الفني وقبل شاوي ما عرفش حد كده الجهاز الفني المصري ما قالوش دور أيمن ما قالوش دور فماشي يعني لما انت عبقرة كده قوي يعني بعد ما خلصتوا وانت راجل مفروض يعني أنا مثلا وانا مسك المنتقب بيجي لي عروضة عشان أمسك فرق مش هقولك في الدول المتازف في الدرجة التانية بس الفرق اللي بتنافس عايزة تسعد فبيجي لي بيكلمون أيمن عندك يعني نية أن انت لو عرضنا عليك تمشي من المنتقب فأقول لهم لا همش من المنتقب الناس بتوصل بتقعد تشتغل عشان توصل للمنتقب مصر فأنا بعد ما وصلت ده وعندي أفريق 24 وعندي أفريق 25 وعندي كاس علام 26 لما خلص 26 عشان لو ربنا كرامني وصلت هبقى ساعتها خلاص عملت كل اللي أنا عاوز من المنتقب مصر فهبتدي هشتغل أولا هشتغل رجل أول تمام فلما أنتوا عبقرة كده قوي يعني وانت راجل ماسك من المنتقب مصر واشتغلت مع كريوش ووصلت نهاية أفريقيا صح ما شفتش يعني العروض بتنهال عليكو يعني يعني ما شفتش ان انت مصر كلها بتتخانئ عليكو عشان تمسكوا فرق ما تشتغلوا ولا أنتوا شايفين ان شغل المنتخبات سهل اللي هو الشهر والشهرين بس أنا عايز أقول لك مثلا يعني كافة انضياء السيد لسه الحضر اشتغل حضر اشتغل في المنتخب سوريا محمد شوقي شغال في شغال مساعد لوالي سليمان في قطاع ناشئين في قطاع ناشئين في نادي الأهلي لا أقول شغال إيه أقول شغال مساعد لوالي سليمان أظهر منه طب إيه المشكلة لا لا أنا لو مدارب منتخب مصر يعني دلوقتي أخرج دلوقتي مثلا يعني فيقولي لي تعالى مسك قطاع ناشئين مرحلة المساعد المرحلة المرحلة ليه لا فيه مراحل انت بتعديها خلاص يعني فيه مراحل بتعديها ما هو للأمانة كان واخد واحد يمسك المنتخب الأولمبي مثلا لا ما يمسك ربنا يكرمه ما فيش مشكلة عادي ما أنا بقولكش يمسك السنة بقولك يعني بعد دي المفروض انت راجل بتخرج من منتخب مصر منتخب مصر الأول وانت مساعد وانت كنت الوحدك بقى يعني انت ما كانش معك أجانب فانت كان منك لكروش فانت المفروض ان انت الراجل اللي بتعمل كل حال أنا عندي إيمان بقدرات محمد شاوي أنا بخلي بالك ممكن يكون على فكرة لا أنا ما بختلفش ممكن تكون المشكلة مش في شاوي ما بختلفش على حد مشكلة للناس اللي ما بتعرفش تختار صح دي مش يعني ممكن أيمان ممكن أيمان عب عزيز يكون عنده قدرات جامدة جدا لكن للأسف محد شايفك ليه حانت شايفني ليه هوا هوا مش قصدي أنا بكلم مش قصدي عايب لا أنا بطلب مثال ايوه أنا عارب أنا برد عليك في المثال مش هوا يعني لا أنا راجل مدرب منتخب مصر خارج من منتخب مصر الأول فطبيعي جدا على الأقل لما جيت كلمتك بقول لك إيه أنا ما جايش عروض في الدول ممتاز أنا كاين إنما بيجي لي عروض من الدرجة التانية ناس بتكلمني وعلى فكرة أمير ما شاء الله عقلية جامدة جدا في التدريب أمير عبدالعزيز أمير عبدالعزيز ليه ما عايز أقول لك ناس بتأمير عبدالعزيز يعني أنا بقول لك الأمانة أنا أعرف قدراتكو كويس جدا اسأل لا اسأل هأي حد على أمير أخويا يعني وعشان أنا لو قلت كده فهقول لك أخو لا لا أنا عارف يعني أمير ممكن يكون أحسن مدرب موجوز في مصر إنه أصلي أمير لسه ما ما بقاش ناضج أوش لسه ما كبرش لسه ما كبرش بقانه 60 سنة ف